موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برمجكم اليومي تراحي حياكم الله مشاهدينا اليوم يا مرحبا بك يا جل الله الله يرحب بك الصباح مشاهدينا اليوم جهزنا لكم وفريق العمل عدد من المواضيع اللي راح تتابعونا معنا إن شاء الله على مدار الحلقة بعد شوي بنبدأ مع دوري نجوم قطر والاتفاقية اللي توقعت مع وزارة الداخلية ونعرف عنها أكثر مع ضيفنا الليلة وبنتابع البيرق ومشروع أنا باحث مع جامعة قطر وبعد بنكون مع موضوع أكيد أنه يهمك للفرد من أفراد أفراد المجتمع عندنا في قطر وهو الراحة النفسية خلال العمل واللي راح نتطرق لكل جوان تابعونا مشاهدينا للنهاية وأكيد لا تنسون فقراتنا المعتادة مع علوم الريان وعلوم العالم نعم صباح نشوف الموضوع الليلة ما شاء الله متميزة لا بشرك يا جلال اليوم مواضيعنا غير راح نتطرق حق مواضيعنا وحق وفدنا اللي راح حق اللاجئين السوريين في لبنان عندنا أثر من شيء وأعتقد هذا يمكن هو أهم الموضوع أو الموضوع اللي يعني متميز في حلقتنا الليلة والمكرمة السخية لأخوانا اللاجئين السوريين شو رأيك نبدأ يا جلال الله توكر على بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن الخليفة آل ثاني عمير البلاد المفدة تقوم دولة قطر بتقديم المزيد من المساعدات الإغاثية للاجئين السوريين تقدر قيمتها ب 46 مليون دولار تم تقديم 16 مليون دولار منها خلال شهر المضان وعيد الفطر المبارك استجابة للاحتياجات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين في إطار حملة إغاثية اقترية تهدف إلى تخفيف من معاناة الأسر السورية اللاجئة في لبنان اليوم مشاهدينا بنكون مع التقرير الأول الذي وصلنا من موفدنا هناك مع زميلنا وأخونا ناصر سالمين في وادي خالد خلونا نشوف أوضاع أخواننا وأشقائنا السوريين هناك ونرجع لكم تقوم دولة قطر وبناء على توجيهات سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لإغاثة اللاجئين السوريين هنا في الشمال اللبناني يستكمل توزيع المساعدات القطرية إلى الأشقاء السوريين النازحين من بلدهم حيث تقدر قيمة هذه المساعدات بـ 46 مليون دولار كان قد وزع منها 16 مليون في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك كلمنا عن نوعية المساعدات التي تم توجيهها اليوم والتي تم توجيهها في الفترات السابعة المساعدات التي تم توجيهها اليوم هي تكملة لمشروع أفطار صنعام التي قمنا بلشنا فيه برشاهر رمضان التي كان عبارة عن مجبات رمضانية أفطارات للنازحين السوريين وبشمال لبنان والتحديد منطة ودي خالد وسهل عكار اليوم نحن وزعنا 700 عائلة بوادي خالد لا تدفئة فقط هذا فقط في وادي خالد؟ فقط في وادي خالد في مجموعة أخرى؟ في مجموعة أخرى عم تشتغل بمنطقة القاع حدود الشمالية حدود السورية بالمناطق الثانية هيتكون فيها وهذا العدد هيتكون عم يتزايد نحن عددنا هتوصل تقريبا أكثر من 80 ألف شخص هيتستفيدوا من المساعدات من النازحين السوريين وقد شملت هذه المساعدات التي تأتي متزامنة مع اقتراب دخول فصل الشتاء على مستشفى ميداني وسيارات إسعاف ومستلزمات طبية بالإضافة إلى أجهزة التدفئة ومواد غذائية سيتم توزيعها إلى الآلاف من النازحين السوريين يوم تم توزيع الدخليات على النازحين السوريين الله يتجينهم الخير يا رب إن شاء الله الحفرة الجاية إن شاء الله راح يكون في أحرامات إن شاء الله يتجينهم الخير إيش اللي تحتاجونه بعد غير أحرامات من أكل من شرد من مأوة يكون منيح يعني الناس محتاجين يعني إيش من قدمك للناس الناس محتاجين يعني محتاجين بمعنى الكلمة دولة قطر هي معطاعة أكثر هذا المعروف فيها قبل الثورة السورية وتأتي المساعدات القطرية في إطار التزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي يعيش مأساة إنسانية وتجسيدا لمعاني الأخوة والتكافل بين الشعبين القطري والسوري والتي تفرضها القيم العربية والإسلامية أنا كنازح سوري بتشكر دولة قطر اسم واسم أهل بلدي مكتر خيركم والله يبارك فيكم وراثيكم العافية نعم يا صباح الله يفق أوقهم ويفرج همهم إن شاء الله بإذن الله اللهم أمين وطبعا يا جل الله نفس ما قلنا ما شفنا هذا الدعم المادي احنا بقهم بعد أخواننا سوريين محتاجين إلى دعم معنوي نعم مننا احنا من قبل المشاهدين كلهم نعم أخوان المشاهدين بعد الفاصل الاتفاقية بين دولة نجوم قطر وزارة الداخلية رجعنا لكم مشاهدينا من جديد في برنامجكم اليومي برنامج سراحيب وننتقل مشاهدينا إلى موضوع ثاني من اليوم إن شاء الله أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر عن اتفاقية لتحقيق السلامة المرورية والمنزلية طبعا هذه الاتفاقية تهدف لتثقيف الطالب بأهمية السلامة المرورية بإعداد برنامج تثقيفي وترفيهي لطلاب المدارس في جميع مناطق الدولة نعم يا صباح طبعا فريق عمل تراحيب كان موجود في المؤتمر الصحفي نشوف التفاصيل من خلال هذا التقرير نحن في الاتفاقية هذه ركزنا على هدريب المنظمين وتقريبا هو أول برنامج حسب ما أعرف أول برنامج مختص في تدريب المنظمين ما نعطي الدورة ثم نقول له سلام عليكم لا نعطي الدورة مدة سبعين ثم نحط مشرف على كل 20 شخص يتابعه طوال فترة الموسم يعمل له سنوريهات يعمل له مواقف يعمل له أسئلة ثم خلال نهاية مع نهاية كاس سيدي سمو الأمير نشوف هذا الشخص هل يستحق أن ينتقل إلى المرحلة الثانية للفل الثاني إذا كان يستحق وأثبت لدارته خلال السنة الماضية ينتقل للمرحلة الثانية إن شاء الله التثقيف في مجالات الأمن والسلامة عبارة عن أوامر ونماعي والرياضة عبارة عن ترفيه فبلا شك أن هذا سينعكس الأمر على الناحية الاجتماعية بأن الطالب وهو صغير يتدرب على إجراءات الأمن والسلامة وتصبح من طباعة ومن عاداته والعادة هذه ستؤدي إلى مجتمع آمن وسالم بإذن الله للحديث أكثر مشاهدينا عن هذه المبادرة المميزة نستضيف معنا في الأستيديو السيد هاني بلان نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دوري نجوم قطر في البداية نرحب فيك في قناة الرأيان وفي برنامج ترحيب أعزيكم خير وهذه الساعة المباركة نلتقي فيك أخوي صباح وأخوي جرالة وإن شاء الله تكون أمسية إن شاء الله طيبة على الجبيع إن شاء الله بإذن الله حياك الله أخوي أبي عبد الله في البداية مثل ما شكنا في التقرير تم توقيع أمس اتفاقتين مع الأخوية ومع وزارة الداخلية وأكاديمية الأخوية ونعرف أهداف هذه الاتفاقية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الاتفاقيات هذه تندرج تحت المسؤولية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أيضا اتفاقيات نعتقد أننا كمؤسسة اتفاقيات هامة هدفها الأساسي شعور المؤسسة ورغبتها في تطوير المسؤوليات الاجتماعية وطبعا تثبيت أيضا دور المؤسسة ودور الرياضة بشكل عام وكرة الغدن بشكل خاص في إظهار أهمية المسؤولية الاجتماعية الاتفاقية الأولى أخوي جار الله واخوي صباحي عبارة عن اتفاقية السلامة المرورية وهي طبعا بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية تعني بتثقيف وبالأخص الطلبة كشريحة هامة أعمارها جدا أعمار الشباب هذه تثقيفهم مروريا وتثقيفهم أيضا أمنيا في أيضا جانب آخر لتثقيف الطلبة وبالأخص في جميع مناطق الدولة التي نسميها السلامة المنزلية وتعني أيضا بشكل عام كيف أن الطالب يعني بالسلامة في داخل المنزل في محيطة الاتفاقية الثانية هي تفاقية تدريب طبعا بالتعاون مع الأخوية أكاديمية الأخوية ويمكن هذه فرصة أن نشكر طبعا سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر وزير الدولة للشؤون الداخلية على دعمه الكبير لهذه المبادرات صراحة فالاتفاقية الثانية بالنسبة للأخوية هي عبارة عن تدريب منظمين يساعدوننا كمؤسسة في تنظيم المباريات بشكل متناغم بشكل سلس بشكل يقدم عن طريق خبرات من قبل الأكاديمية بحيث أنها تكون أيضا حافز وتكون أيضا في خدمة الجمهور بشكل حديث أستاذ هاني نحن نريد أن نتحدث عن السلام المرورية والمنزلية يعني فيها أشياء غير دوس أنت اخترتوا هالشيين يمكن السلام المرورية يعني كلنا يعني يعني عايشين وعارفين الحوادث التي تصير وعارفين بالأخص الحوادث التي تصير يعني بالنسبة لفئة الشباب وأعتقد فئة الشباب مثل ما احنا عارفين السن الطلبة هذا هو السن الذي يحتاج منه تثقيفه ويحتاج منه تدريبه بصورة ترفيهية وتثقيفية بحيث أنه يعي يعي السلام المرورية ونحافظ بالتالي على حياته وحياة أفراد المجتمع بالنسبة للسلام المنزلية طبعا أنتم عارفين يعني السلام المنزلية فيها وبالأخص موضوع الحرائق طبعا هذا بالتعاون مع الدفاع المدني الإسعافات الحرائق هذه الأمور أيضا بالضروري أن يكون فيه وعي منها أو وعي يعني بالنسبة لها بحيث أن يقدر الشخص يتصرف والطالب يتصرف في الوقت المناسب نعم يعني أبو عبدالله اللي فهمت أنه ممكن يعني فيه هدف الاتفاقية الأولى يمكن تثقيفي أو تثقيفية والاتفاقية الثانية قد تكون تدريبية في الميدان نفسه طيب لو بغير نتكلم عن هل فيه خطة عندكم معينة أو برامج معينة لعلى أساس أنكم تنجحون هذه أو توصلون للأهداف المرجوة طبعا خلني أتكلم في البداية عن الخطة التوعوية أو التثقيفية أو خلني أقول التروجية يعني إخواني العزاء أن الخطة التروجية هذه تتم بالتعاون بين ثلاث ركائز أساسية بين المؤسسة وبين وزارة الداخلية وطبعا مع الأخوية وبالإضافة لبين المجلس الأعلى للتعليم لحيث أن يكون فيه دعوة شام له لجميع المدارس مثل ما أنتم عارفين يجب في البداية أن نجاح أي خطة أن يكون لها ترويج الترويج هذا يعني إخوان في وزارة الداخلية كحملة أعلانية يعني بالضبط يعني هم رح يشاركون في هذه الحملات الأعلانية لأن مثل ما أنتم عارف الفعاليات هذه بتقام على السبع ملاعب التي تقام عليها مباريات الدوري وبالتالي يهمنا المناطق المحيطة بهذه الملاعب وبالتالي التوعية والتركيز رح يتم في الأساس على المناطق المحيطة بهذه الملاعب لكن طبعا عن طريق طبعا زيارات عن طريق إرسال دعوات سواء من المؤسسة أو من وزارة الداخلية وبالتالي إثراء الرغبة في حضور الفعاليات التي تحدث على جانب المباريات في أكثر من فعالية رح تقام وبالأخص بما يتعلق بالسلام المروري أثناء المباراة وبالأخص قبل المباراة حتى بين الشواطين الناس الذين يحضروا ملاعب يشاهدون بعض الأفلام التعالية بالضبط يمكن وحدة من لكن خلونا إحنا ودنا الطالب يجي ويجرب ويحضر الفعالية ويحضر النشاط على أساس أنه يثري ثقافته المرورية وبالأخص ثقافة السلام أبي أنوه بالدور الهام لمؤسسة قطر الخيرية وبالأخص في الجانب التدريبي لأنه بيتم ترشيح عدد عشرين شخص على اثنى عشر مشروع بإجمالي 240 شخص زائد خمس مدربين أو خمس مشرفين وبالتالي يكون عندي ستين مشرف هذين اللي بيرشحونهم مؤسسة قطر الخيرية هم أصحاب ممكن ناس أصحاب حاجة وبالتالي جرت العادة نستخدم المنظمين في المستقبل من شركات من شركات خاصة فإحنا قلنا كمسؤولية اجتماعية وبالتعاون مع المؤسسة يرشحون لنا هذه الأشخاص اللي يكونون بحاجة حكم أن رب الأسرة أحيانا يكون خارج البيت يحتاج أن يأخذ أكثر من عمل عساس يغطي متطلباته فيتم ترشيحهم من المؤسسة ويتم تدريبهم من الأكاديمية في نفس الوقت عندهم هذه المهارات وبالتالي بالعكس الاتفاق مع الأخوان في الأخوية أن يتم تدريبهم ومراقبتهم على مدى السنة وبالعكس يمكن تتم ترقياتهم وبالتالي يكون لهم إن شاء الله مدخول شهرية إن شاء الله يعني ولأهم المدخول أن أنتو طورتوهم وبالتالي بالضبط تكون في دورات تخصصية يعني مثل ما تفضلت أخوي جرالله الدورات التخصصية التي يأخذونها والشهادات المعتمدة من الأكاديمية معروفة مثل الأكاديمية الأخوية أعتقد هي أكبر جائزة بالنسبة لأشخاص نزيد نتكلم عن الأشياء التي ستقدمونها من برامج وأشياء حق تحقيق هالأهداف التي حطيناها ببالكم قبل البرنامج أخوي صباح نحن تركيزنا في الأساس الآن على خمس برامج لكن هذا ما يعني تعرف أنت بحاجة لو تقدم برامج بنوعية جيدة ولو كان عددها مثلا محدود أفضل منك تقدم برامج منوعة وما توصل للهدف والغاية التي تبغيها فتركيزنا هذا الموسم على خمس برامج رئيسية البرنامج الأول هو برنامج السلامة المرورية والسلامة المنزلية البرنامج الثاني وهو تدريب المنظمين لكن أيضا فيه ثلاث برامج اللي هي طبعا برامج دعم الأسر المنتجة أنه يكون برنامج تدريب وتقديم أنت وقعت في الفترة الأخيرة اتفاقية مع القتل الخيرية بالدعم الأسر المنتجة في المباريات التي لا تصير بالضبط بس الفكرة أخي صباح أنها تصير بشكل ثاني يعني يكون عملية التقديم وعملية بالخص تقديم المأكلات يتم على أرقى طرق صحية سواء على المستوى الصحي أو على مستوى حتى التقديم حتى ممكن مستوى التعليم إذا يعلبون رح يكون في دورات بالضبط أخي جار الله الشيء الثاني هو ريع المباريات رح يتم أيضا بالتنسيق مع أخواننا في مؤسسة قطر مع أيضا الملاعب أو خلنا نقول النادي الأندية الموجودة تخصيص أو توضيح عدد من الحالات الاجتماعية التي تحتاج دعم وتحتاج مساعدة ويكون ريع المباراة لدعم هذه الأسر المشروع الثالث وهو مشروع أدمها تعرفون من خلال المناسبات الرياضية من خلال المباريات فيه كمية كبيرة من الأكل من الفائض والزايد فيصير فيه تدوير لهذا الأكل بحيث أنه يوزع مرة ثانية على من يحتاجه بحيث أنه يقدم بطريقة أيضا فيها شبيه يعني يكون شبيه شوي للمشروع حفظ النعمة بالضبط نحن أطلقنا عليه بالتعاون مع المؤسسة أدمها وربطنا طبعا بمكرات الغادة مدنة جزاكم الله خير على كل حال طيب أستاذ هاني أريد أن أسألك عن ما الجهات غير المدارس التي يتم التعاون معها نحن طبعا مثل ما ذكرت لإنجاح هذا المشروع تم التواصل بشكل مباشر مع إخواننا في وزارة الداخلية مشكورين على دعمهم تتواصل أيضا مع المجلس الأعلى سيكون في تواصل مع المجلس الأعلى للتعليم سيكون في تواصل مع المؤسسات الرياضية المختلفة سيكون في تواصل مع الأندية عن طريق أيضا مسؤولين التسويق في الأندية تكاتف الجهود أعتقد هو مطلوب في الفترة الجاية لتحقيق أهدافنا ونحن إن شاء الله نتمنى أن هذه المشاريع تأتي ثمارها إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله إن شاء الله نحن نتكلم عن أهمية التدريب الخاصة لحق المطوعين اللي هو إياكم خاصة أننا قطر مقبلة على أحداث وفعاليات رياضية كبيرة منها كأس العالم وقبلها عندنا تقريبا سنويا أكثر من بطول عالمية نظم عندنا شين هي أهمية التدريب حق المطوعين اللي عندكم بالنسبة لكم أنا مثل ما ذكرت في السابق كان الإعداد أو كانت تدار أغلب عمليات التنظيم بواسطة بعض الشركات لكن مثل ما تفضلت أخوي صباح يجب أن يكون تدريب التنظيم بشكل أول شيء بشكل علمي ثاني شيء من قبل متخصصي طبعا متخصصين لهم الحس الأمني لأن ممكن مثلا بعض المنظم يجب أن تكون عنده الملكة أن إذا فيه مشكلة ممكن تصير بين الجماهير ممكن ضروري أن يقلها لرجال الأمن لأن هذا المنظم ما رح هذا المنظم ما رح يكون بديل لرجل الأمن ويكون مساعد له لأن تعرف عادة يعني خدمة الجماهير لما تجي من شخص مثلا تدرب تدريب يعني تدريب تعامل بشكل سلس مع الجماهير بالإضافة لخلفية الأمنية رح طبعا يثبت ويزيد من دقة عمليات التنظيم في المستقبل وهذا الذي يهمنا أخي صباح في هذا الموضوع أبو عبد الله شون رح تستفيدون من المباريات أو رح تستثمرون المباريات في التوعية طبعا رح من جهتين الجهة الأولى أن الفعاليات هذه بتقام قبل المباراة من خلال برامج الترويج والتوعية والدعاية رح يكون في تأكيد على حضور هذه الفعاليات قبل المباريات أثناء المباريات طبعا رح يكون في مثل ما تفاضل أخي صباح رح يكون في توعية عن طريق الشاشات الموجودة الشاشات العملاقة الموجودة في الأندية رح يكون توعية عن طريق بعض البروشرات بعض بعض الملسقات رح يكون في توعية طبعا من خلال يوم المباراة أو الحدث الذي يصير في المباراة سواء عن طريق الراديو أو عن طريق حتى بعض الغنوات قناة التلفزيون ف زيارات البدار سحنا بعد في قناة الريان حارصين على أن نخدم في هذه المبادرة الطيبة الاجتماعية الأساسية عن الرؤية المستقبلية لعشرين ثلاثين اللي عندكم صراحة هي الرؤية الوطنية وأعتقد أن هذا الشيء صراحة يعني يطلت صدورنا ويسعدنا أننا دائما تكونوا أنتم يعني لكم الريادة في هذه المسؤوليات الاجتماعية إن شاء الله بالتعاون رؤية رؤية قائمة على رؤية القطرة الوطنية عشرين ثلاثين إن شاء الله نعم وإن شاء الله أعتقد يعني أطر التعاون بيننا إن شاء الله في المستقبل وأطر الدعم الذي نعندكم الذي نثمنها ونقدرها صراحة من خلال واجبنا أيضا بداية بهذا البرنامج اللي صراحة المميز يعطيكم ألف آخر واجبنا الله يسلمك وطويل أمرك ويعني بالأكس أنا شدتني المبادرة التي أعتقد أنها تخدم أغلب شرائح المجتمع من مؤسسات ومن أفراد فمشكورين وما قسرتوا خاصة موضوع الإسر المنتجة الشكر لكم والتقدير لكم ويعني مثل ما قلنا كلنا في خدمة المجتمع وكلنا في خدمة رؤية الوطنية عشرين ثلاثين نعم السيد هاني بلان نائب الرئيس تنفيذي لمؤسسة دولي نجوم قطر نشكرك على تشريفك تراحي ببرنامجنا اليومي وإن شاء الله نحن نشوفك في مقابلات مستقبل لا في تلفزيون الريان أو قناة الريان أشكر لكم جهودكم وأقدر لكم هذا الجهد الكبير وأتمنى لكم إن شاء الله دائما التوفيق إن شاء الله ودائما بالرفعة وإن شاء الله نكون دائما عند حسن ضنكم شكرا يا سيد عبدالله ونشوفك إن شاء الله لقاءت جاي إن شاء الله مشاهدينا بعد الفاصل سنكون معكم مع تطورات من مشروع أنا باحث خلوكم معنا حياكم الله ومشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل ويا مرحو ومسهلا بكم فعليات برنامج أنا باحث لليوم نتابعهم من خلال هذا التقرير اشتركوا في القناة اليوم أول ما وصلنا الصبح رحنا نتأكد على المواد وموأننا اليوم هو اليوم لقبل الأخير كان لازم ننتهي من التجارب في أسرع وقت ممكن وقدناها على اللاب عشان نشكلها على أشكال الدوائر وعلى أشكال العظام عشان نقدر نعرضها على أشعاعات قامة ونقيس الخصائص المكانيكية لها بعدين خذنا المواد على اللاب وحطناها في مكينة عشان نقيس قدرة الشد وقابليتها للضغط أسمى جمعاتنا السيب وبحثنا عن التآكل خذنا الحديد قمسناه في المذاب عشان نحاول نتشوف كمية التآكل اللي تسير بدنا حوالي نحط مطبطات أو موانع التآكل فتمينا نقايس الفرق بينهم اشتغلنا على الألمنيوم وحطينا من الثايوفين والبايرول اللي هو موانع التآكل وقايثنا الفرق ولحطنا البايرول أحسن من الثايوفين وبوايد فتمينا نستمر على هاي بدنا نجربناهم مع الحديد مع الحديد كان التآكل أقل وبوايد من الألمنيوم فحين قاعدنا نحاول نزيد ونخلي المثبت أقوى نحن من قروب الطواش ونشتغل على مشروع البوليمر اللي هو نفس المادة العازلة نحاول نخليها توصل الكهرباء توصل حرارة جربنا العينات اليوم والحمد لله نجحوا نشتغل على الموقع الاجتماعية مثل تويتر وفلكر وفيسبوك فاحنا لازم نسوي لهم أبديتك اليوم بالتجارب اللي نسويها والخطوات اللي نسويها في اليوم كامل بعد ما انتهنا بالتجارب فاحنا نروح نخلص البرزنتيشن النهائي حق بكرة لأنها راح نعرضها بعد ديكوترا صباح شرايك في مسابقة عام البارق لهذا الهام والله يشكرون المنظمين اللي أعطوا الطلاب فرصة أنهم يطلعون مواهبهم ويسقلونها في هذا المشروع مشاهدينا معانا الأستاذ حسن عجران البعنين مدير مدرسة عمر بن الخطة بالثانوية المستقلة للبنين للحديث أكثر عن هذا المشروع في البداية حياك الله أستاذ حسن ويا مرحبا بك قناة الريان وبررامج تلحيب الله يحييكم ويا مرحبا بكم واشكركم على الاستضافة لا شكر على واجب وحياك الله في البداية تخبرنا عن هذا البرنامج خاصة أنه يكون مع بداية أو البداية العمرية للطلاب في هذه المراحل البرنامج عبارة عن شراكة مع وحدة تكنولوجيا المواد التابعة لكلية الهندسة في جامعة كطر هذه مش أول مشاركة لنا معاهم لنا مشاركات من بداية المشروع ونحن قاعدين نشارك معاهم من ثلاث سنوات سابقة والحمد لله رب العالمين ومستمر من ويام بهذه المشاركة نعم 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 من أنت ساد حسن في البداية أنا أتشرف أنت كنت مدير في المدرسة سابقا الشرف أنا وأتشرف لاستضافتك الشرف لنا الله يتزخر فيه بنامج ترحيب ننتقل سؤال سأل سأل مديرك السابق كيف سباح يمكن طالب عندكم في المدرسة لا أتطلح على الهو الحين يمكن الطلاب في الصباح يستاهل الله يتزخر نرجح موضوع سألتك من الصباح في المدرسة يا جرالله ودعنا في موضوع صباح في قناة الرئي نتوقع ننتقل للموضوع الثاني أنت من أحد المدارس المشاركة في هذا المشروع ما هي الأهمية أو ما هي الأضافات التي أضافها هذا المشروع عند الطلاب الذي لديكم في المشاركين كمهارات وصوكلات من هذا المشروع بالنسبة للإضافة نستفيد من هذا المشاريع والمشاركات التي تصير على مستوى الدولة سواء كانت مع جامعة تقدر في المشروع الحالي أو المشاركات الخارجية هذه المشاريع تعطي عيالنا فرصة للإبداع عيالنا عندهم مواهب عندهم مخزون أو عندهم استكشافات موجودة لديهم هذه المشاريع قاعدة تساهم في استخراج الموجود عند الطلاب نعم نزين كيف قدرت تقنعون الطلاب بالمشاركة في مثل هذه المسابقات وفي نفس الوقت هل هناك تحفيز معين والله طلاب بالنسبة بدأنا بداية المشروع كانت أول مشاركة مع جامعة تكتر نفس أنا باحث من قبل ثلاث سنوات وبدأنا نستعد حق هذا المشروع سواء حق هذا المشروع أو المشاريع الثانية والحمد لله بدأنا بتهيئة الطلاب بالإعلان عن وجود عندنا مسابقات داخلية داخل المدرسة في المدرسة نفس نعم وبدأنا بترشيح مجموعتين من الطلاب المشاركين فيهم الحين في جامعة كطر أنتوا عندكم مجموعتين من الطلاب نعم حدثنا سيد حسن عن القبول اللي وجدتوا واغتناع الأولياء الأمور خاصة في إشراك أبنائهم في هذا المشروع أولياء الأمور الله يزيهم خير صارت عندهم نغلة صار فيه وعي في السابق ولي الأمر يكون عاغ بيننا وبين الطالب في الوقت الحالي بدأ ولي الأمر هو اللي حثنا طالعوا برامج حق عيالنا شوفوا برامج خلوا عيالنا يشاركون عيالنا ترى عندهم بس محتاجين من يوجههم من يخطط لهم من يوفر لهم الإمكانيات اللي تساعدهم لظهور مواهب نعم وإن شاء الله عيالنا سنحصلهم في المحافلة الدولية بإذن الله بإذن الله وأكيد أنهم لم يتوصلوا معكم يقولون هذا الكلام إلا لما شافوا نتيجة هذه المبادرات وهذه المسابقات في عيالهم نعم أودنا نتكلم عن أهمية هذه المشاريع في رأيك لإطلاق المواهب والطاقات عند الشباب الدولة عندنا الله يسلم تركز على البحث العلمي ومعطيتها أهمية كبيرة البحث العلمي وطلابنا عندهم الإمكانيات التي تساعدهم على الوقوف والوصول إلى المحافلة الدولية فإن شاء الله عيالنا سيوصلون إلى المحافلة الدولية ويرفعون اسم قطر بإذن الله إن شاء الله بإذن الله أرحي نتكلم عن طلاب المدرسة نفسهم تكلمنا عن مشروع طلاب المدرسة نفسهم ما أبرز المشاريع البحثية التي شاركوا فيها المدرسة عمر معروفة طبعا من أنجز المدارس في دولة قطر شانها مدرستي لا مبعا شان مدرستي عشان ما نسمع شان هي أبرز المشاريع التي شاركوا فيها إن كانت محلية أو دولية وفازوا بجواز فيها ربنا لك الحمد والشكر مدرسة عمر الحمد لله ذات سمعة طيبة والحمد لله رب العالمين العام الماضي شاركنا في نفس المشروع وحصلوا طلاب المدرسة على المركز الحول والثالث في آن باحث فحصلوا الأول في آن باحث بنفس المشروع شاركنا فيه مع البحث العلمي في المدينة التعليمية حصلوا طلاب مدرسة عمر على المركز الأول شاركوا انطلقوا طلاب عمر من هذا المشروع إلى اللي فازوا في المركز الأول إلى هولندا بتعثم عن طريق الجامعة للتعرف على إعداد الأبحاث الأنية يعني طلاب من المدرسة راحوا هولندا وعاشوا راحوا هولندا ثالث يوم العيد ما شاركنا عيد الفطر وش كانت التجربة عنها راحوا هناك تعرفوا ويقولنا كيف يسوقون الأبحاث كيف يطبغون فخلنا نقول كانت معايشة وكانت زي ما تقول اكتساب خبرات من الجامعات الدولية اللي على مستوى الكبير نعم هذي كانت بادرة من المدرسة نفسها ولا بالتعاون مع الجها بادرة من جامعة قطر من جامعة قطر اللي كانت متغنية مشروع نفسه هي ساهمت للطلاب اللي حصلوا على الملاكز الأولى بادرت بتعاثهم إلى هولندا نعم طيب أستاذ حسن البوعانين ونتكلمنا هل عندكم في مدرسة في نشاطات معينة للبحث أو مسابقات غير البرنامج عالم البيارق اللي كنتوا تسوون فيها داخل المدرسة بعض سنويا تصير عندي مسابقة أبحاث على مستوى الأقسام في كل قسم يعمل مسابقة أبحاث بينهم بين الطلبة بين الأقسام بين الطلبة نعم الأبحاث اللي تفوز في القسم نعرضها في معرض على مستوى المدرسة المعرض هذا خاص بالأبحاث معرض البحث العلمي ونعرض في منتجات الطلاب للتشجيع وحث هذا ويطف عليهم لجنة من المدرسين تشكل لجنة ويختارون أفضل ثلاثة أبحاث منهم للمشاركة فيها ولتكريم الطلاب الفائزي فيها مدرم تكلمت عن هذا الشي ونحن نتكلم عن دور المدرسة في توفير بيئة تحفيزية تشجيعية عشان تطلع اللي عنده الطالب يعني الطالب مرة يجي يعطي اللي عنده شال مبادرات اللي ممكن تقدمها المدرسة عشان تطلع اللي عنده الطالب بتوجيهات من أستاذ محمد عبدالله المراغي صاحب ترخيص مدرسة عمر المراخي الطابة الثانوية ماذا يعني بالخير يستاهل وعبدالله فدوم قاعد يحثنا شوفوا الطلاب شالي يحتاجونها ووفروا لهم إياه مثل حسن أمكانيات مادية توفير للأدوات اللي يحتاجونها توفير كل الوسائل اللي يحتاجونها فمن خلال توجيهات أستاذ محمد أنه سهلوا لهم كل المهام وخلقونهم بيئة تجعلهم أن يبتكرون نعم ما الجديد الذي لديكم مع بداية السنة الجديدة حين تقريبا في ثاني أسبوع دراسي ما الجديد الذي ستقدمونه حق طلابكم وتوعدون في إياهم إن شاء الله إن شاء الله أمر بن خطاب مدرسة مفاجئات ما شاء الله فإن شاء الله لهم مفاجئات هذه السنة وإن شاء الله أننا نخلق لهم بيئة تجعلهم يندفعون الحك إلى إنجازات والابتكار بإذن الله نعم أستاذ حسن بن عجران البعانين مدير مدرسة أمر بن خطاب الثانوية ومديري شكرا أزاك الله خرعي تضافه ويعطيك العافية يا مرحبا الله يحييك سلمك يا مرحبين الله يحييك الله يحطيك العافية وما قسرت الله يحييك أخوان مشاهدين بعد الفاصل موضوع الراحة النفسية خلال العمل شكرا رجعنا لكم مشاهدين من بعد الفاصل ها جرى الله ها وش عندنا يا صباح الحين عندنا عن موضوع الراحة النفسية وموضوع جدا ومتاز وإعتقدنا الراحة النفسية خاصة إذا كانت الراحة النفسية في العمل نعم نعم إذا كان أو موضوع الراحة النفسية في العمل أعتقدنا موضوع جدا مهم الشخص كان مرتاح في العمل سيبدأ وينتجوا مشاهديننا إيمانا بالراحة النفسية وبأهميتها للموظف خصصة هيئة متاحة في قطر صلاة رياضية توفر للموظفين فرصة الاستفادة أثناء أو بعد الدوام من القيام بتمارين رياضية تساعدهم على الاسترخاء واكتساب الصحة الجيدة نطلع في هذا التغرير على النادي الرياضي المخصص للموظفين في هيئة متاحة في قطر حرصنا كل الحرص على توفير عدة برامج سواء صالة الرياضية والبرامج الأخرى اللي هي الهندسة الإنسانية والأمور الثانية اللي حدثين نقوم فيها حاليا على توفير البيئة الصحية لأنه عندنا إيمان كامل وأن الموظف يحتاج الرعاية الكاملة من أجل إنتاجها تم تأسيس صالة الرياضية في شهر 11-2011 تم لفتاع الرسمي وهدف الهيئة هو توفير بيئة عمل الصحية للموظفين ومن خلالها كانت تقوم هناك خلال الفترة السابقة حصص رياضية وكلاسات مختلفة هناك تفاعل كبير من قبل الموظفين والأكثرية طبعاً بعد وقات العمل لأن هناك حصص رياضية تقام كل شهر وشهرين يكون هناك كلاس معين والاشتراك ما شاء الله يعتبر كبير من قبل الموظفين هناك قاعتين قاعة نسائية وقاعة رجالية منفصلين عن بعض وكل قاعة فيها تم الخدمات الخاصة فيها وهناك تقوم كل خلال الفترة السابقة مثلاً قمنا بعمل حصص اليوغا والتمارين السويدية والاسترجة اللي هو التمديد العضلات ومتى ما توفرت البيئة الرياضية والبيئة الصحية راح تساعد على انتاجية الموظف والتمارين الرياضية شيء مهم جداً هناك كلنا عارفين أن الرياضة تساعد الإنسان على صفاء الذهن على الاسترخاء ومتى ما توفرت هذه الأمور راح تزيد انتاجيتها وقابليتها للعمل عشان تكلم أكثر مشاهدينا عن أين تكمن أهمية الراحة النفسية في مكان العمل وكيف يمكن توفيرها هو موضوع فقرتنا اليوم مع الأستاذة أميرة ألسحاق اختصاصية نفسية في مستشفى الطب النفسي حياة شاء الله أستاذة ويا مرحبا بك في قناة رايان خصتها في برنامج تراحيب حياة شاء الله يا أستاذة في البداية ودن أعرف ماذا نأني بالراحة النفسية في العمل طبعاً الراحة النفسية تعتبر هو مدى الانسجام والاستقرار النفسي العقلي الذهني الجسدي الأفكار للفرد وهذا يعتمد طبعاً على علاقته مع مجتمعه مع البيئة المحيطة فيه مع العمل وزملائه في العمل مع مجتمعه في العمل المجتمعه ومجتمعه يكون داخل الأسرة أصحابه العمل طبعاً هذه كلها من المحيطة في الفرد نعم زي وين تكمل أهمية الراحة النفسية يعني شنو أهم شي بيها هو الراحة النفسية مفهوم عام شامل مفهوم عام شامل أولاً هي مدى إحساس الفرد بالاستقرار النفسي يعني وهذا شي نسبي ما بين الأفراد وتختلف من رجل لأمرأة من طفل لشيخ يعني حتى أحياناً في الفرد ذات نفسه أحياناً الاستقرار النفسي والإحساس بالراحة النفسية تختلف من هو الشاب إلى هو مثلاً من وقت آخر يعني طبعاً في سنوات معينة في مرحلة مثلاً مرحلة المراهقة، مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، الشيخوخة تختلف منها إلى أخرى يعني نعم نزيل أستاذة أميرة أريد أن نتكلم عن يعني على عاطق من تقع هذا المسؤولية على رب العمل على المنظفين أنفسهم طبعاً الراحة النفسية في العمل هي مثل منقول منظومة منظومة العمل كيف تعمل مش فقط بس المدير فيها لا أيضاً الموظفين يعني الموظف يتعامل مع موظفين ويتعامل مع مدراء نعم كيفية التجانس ما بينهم هي اللي نقدر نقول عنها هل هي فيها استقرار نسبية وراحة نفسية أو ما فيها هذا الأمر نعم نزيل أستاذة شون ممكن يعني هالراحة النفسية تأثر على إنتاجية الفرد في أوقات الدوام والموظف نفسه في إنتاجيته طبعاً تأثر يعني إذا الموظف شعر أنه هو مثلاً معطى كل حقوقه نعم ومرتاح وعنده مساحة للعمل فيها بأيريحية فبالتالي يعطي يعطي وممكن حتى يبدع ويبتكر وهذا أيضاً يعتمد على المديرين يعرفون كل موظف وقدراته بحيث أنهما يعطونه المساحة التي تناسبه لا يعطونه فوق طاقته وفي نفس الوقت لا يعطونه شيء مهمش يشعر فيه أنه مهمش هذه مسؤولية المديرين ما هو أهمية بيئة العمل في الراحة النفسية؟ طبعاً البيئة مهمة لأنه مثل المنزل شعوره أنه في أسرة واحدة تختلف يعني إذا شعر الموظف أنه داخل أسرة واحدة متجانس معهم الفرد مشارك للجماعة يعني هذه تدخل في ديناميكات الجماعة أيضاً فلما يشعر الفرد أنه داخل هذه المنظومة مرتاح وأنه شعر أنه منصهر معهم يعني فيه انسيابية وتجانس معهم يبدع كفرد ويبدع كفرد داخل جماعة نعم طيب كيف تتم المحافظة على هذا الجو الجميل والتي تجعل الإنسان مرتاح نفسياً وفي نفس الوقت ويش الأمور اللي نقدر أو يتفايدونها بحيث أنه يعني ما تأكل هذا الجو الجميل طبعاً عندك أولاً المديرين المسؤولين مهم جداً يعرفون كل موظف وكل شخص وقدرته ثاني شيء الموظف ذات نفسه حبه لهذا العمل وحبه لمثلاً المشاركة داخل هذه المنظومة عشان يكون له فعالية في العمل داخل هذه المنظومة زي لو قلنا شخص مثلاً ما يحب العمل اللي هو فيه بشلو نخليه يحب العمل طبعاً هذه مشكلة كبيرة هذه مشكلة ما يبدأ عن سكرمش لكن الحمد لله إحنا مسلمين وبالتالي الإنسان المسلم لازم يعرف أنه يجب أن يتقن عمله لأن إتقان العمل عبادة نعم وثاني شيء أعطي الأجيرة حقه حتى لا يجف عرقه قبل أن يجف عرقه وحتى مرتن قال إذا أردت النجاح في العمل عليك أن تستمتع به كما لو أنك في إجازة بالتالي هذا الأمر هو سر نجاحك في العمل سواء كنت أحبه أو لا تحبه أعطيه حقه سجد نفسك أنه فيه إيجابيات في هذا العمل نعم على حسب أفكار الموظف إذا كانت أفكار سلبية عليه أن يحولها يبدأ يحولها شوي شوي ويشوف الإيجابيات لا يوجد شيء سلبي كامل نعم أنزين أستاذ نحن الآن نتكلم عن الراحة النفسية وأثرها وإيجابيتها وتخلي العمل أو الموظف ينجز أكثر في العمل نوجد رسالة حق المدراء أو الناس المسؤولين وماذا يمكن أن يوفر هذه الراحة النفسية وهذه الإيجابية في العمل واحد العدالة 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 وعدم التمييز هذا مهم عنصر مهم جدا وهذا صعب جدا أنا أعتقد السهر ليس صعب تصدقني ليس صعب هي تعتمد على شخصية المدير ذات نفسها طريقة المدير الناجح الذي يريد أن تنجح منظومة عمله يستطيع أن يكون صعب في كثير من الأماكن ليس على المدير نفسه في أكثر الأماكن مثلا ممكن يكون فيه تحيز لموظف معين تعتمد على المدير وهو قلت لك العدالة إذا تريد النجاح كن عادلا وثانيا أنصف وإذا الموظف بدر منه أشياء إيجابية أعطيه حقه كافأة معنويا أو ماديا ويتم رفع معنوياته هذه ترفع من كفاءة الموظف هذه ترفع من كفاءة الموظف أستاذة تطرقتي قبل شوي للإجازة يعني أن الشخص استمتع بعمله حتى لو كان في إجازته يستمتع في عمله كأنه في إجازة أو العكس كأنه في إجازة فيه كثير من الناس ما يأخذون إجازات على فترة طويلة ممكن سنوات يعني بحكم الضغط عنده والضغوط وحبه لعمله أكثر من اللازم فهل هذا ممكن يأثر عليه بالسلم طبعا لأنه في فترة من الفترات رح يشعر بالملل ورح يشعر بالاكتئاب يعني خصا إذا شغله في فترة من الأوقات لن يكون يعني بنفس الوتيرة فهنا تكمن المشكلة عنده نعم نزين الآن إذا بنتكلم عن الموظف يجب أن يفصل بين حياته العملية وحياته المنزلية كيف ممكن يأثر جو العمل على جو البيت وشون يقدر يفصل الموظف بين هالشيين هو أحيانا صعب أن الموظف يفصل ولكن إحنا عندنا مثل يقول ارتدي رداء العمل واخلعه في العمل وارتدي رداء الأسرة واخلعه عندما تريد أن تذهب إلى العمل يعني هذا الأمر لو أذكر المرحوم الدكتور ضياء قال اجعل لدماغك كي مفتاح لما تدخل العمل افتح بمفتاح العمل ولما تطلع من باب الأمل اقفله وابدأ إيش أمور المنزل لكن هذا ساعات يكون صعب خصوصا إذا الإنسان وجد صعوبات وضغوطات داخل العمل أحيانا للأسف الشديد كثير مننا يفرغها داخل المنزل هاي 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 الشيء اللي احنا بدنا نوصله يعني شلون نقدر نخفف من هالشيء خاصة يعني البعض من الموظفين أنه يحمل هالأشياء ويفرغها ويفرغها الشحنات في بيته يعني في عياله مثلا في عياله وفي أسرته وفي زوجته هاي كلها يعني هذا واقع ويحصل لكن نحن نعتمد على الاستقرار النفسي يعني لنعلم أنه دائما رح تصيدنا ضغوطات لكن الحلول فيها موجودة علينا أن نتريه ونفكر فيها بإيجابية يعني مو كل شيء سلبي سلبي نعم ظلمت في العمل أو صار عندي مشادة أو ضغط في العمل كيفية تحويل السلبية إلى إيجابية هاي لو نتكلم عنها عن طريق أن أنا أحول أفكاري شوي شوي إلى إيجابية وفي نفس الوقت التوكل على الله سبحانه وتعالى يعلم أن الرزق هذا بيد الله سبحانه وتعالى إذا حط الفرد يقينا أن هذا الرزق بيد الله سبحانه وتعالى مستحيل أنه يعني يضع الضيق والهم دائما في باله زين السادة لو نريد أن نتكلم عن الصدقات في العمل هل الشخص أو الموظف إذا كون صدقات في العمل ممكن تؤثر بالسلب وفي نفس الوقت سلبيا عليه شخصيا وعلى المهنية في بعض الأحيان نحن سبق وتطرقنا أن داخل العمل يكونون مثل الأسرة الواحدة فالأسرة الواحدة من الطبيعي أنها ستتكون فيها صدقات أحيانا تأتي بالسلب لأن إذا أصبح الموظف الآخر صديقك زميلك أصبح صديقك لو بدر منها خطأ ممكن ما تواجهه أو ما تكلمه تقول لا أنت أخطأت في هذا الشيء تخاف أنك تخسرها أو شيء من هذا القبيل لكن لو وضعت أنت في بالك أن حتى في الصداقة أنك عليك أن تكون مرآة صاحبك وتوجهها لعيوبة عشان يكون للأفضل هنا ما راح تكون فيه مشكلة نعم أستاذ قبل الضيف الذي قبله كنا نتكلم معه لو أستاذ حسن عجرال بعنين كان يتكلم عن المحفزات أو الأشياء التشجيعية التي يعطونها الطلاب شنه دور الأشياء الإيجابية أو المحفزات التي يعطونها المدراء للموظفين في الراحة النفسية وفي تطوير انتاجية العمل طبعاً لما الموظف يبتكر شيء أو يلاحظ أن مجهوده في هذا الشيء مضاعف فهنا يجب تكريمه أحياناً التكريم ليس شرط دائماً يكون مادي أحياناً معنويا أفضل موظف لهذا الشهر أشياء كثيرة مشاهدات تقديرية رمزية تكون وأحياناً نعم يحتاج الموظف إلى أنه يرتقي أيضاً يعني مثلاً كل فترة يجب أن يترقى خصوصاً إذا كان فعلاً من المتميزين والذي يحصلون على الامتياز في أعمالهم أنا عجبني أحد المطاعم يعني شي سوي يحط الموظف الشهر أفضل موظف ويعلق صورته هذا من أحسن ما يمكن يعني يبقي يعني يروح التنافس بينهم وبين بعض وثانياً هنا يصير بس حافز أيضاً الموظفين الأخرين يحفزهم على هذا العمل زين في بعض المدارة للأسف يفكر في هذا الموضوع بطريقة أخرى يقول أنا الموظف لو قدرته وقدمت لبعض المحفزات راح يقل من الإنتاج وراح يعني ما راح يؤدي عمله بالشكل اللي كان يقدمه يقدمه ويؤديه قبل التحفيز هذا طبعاً مفهوم خاطئ من قبل المدارة يعني إذا أنا لقيت موظف مجتهد في عمله مبدع مبتكر محفز حتى للآخرين ليش أنا ما أكرمه ليش أنا ما أحفز الآخرين حتى أن يحذوا حذوه هذه هنا منظومة العمل يعني في علم النفس التنظيمي هذا مهم إذا أنا وجدت موظف كف لازم أنا أرتقي به لأن بارتقائي به يرتقي العمل أيضاً وإذا يعني هالعقلية من المدارة موجودين على بعض الأقسام نقول على القسم السلام على القسم السلام لا أبشركم أنهم شوي يعني ما يعدون على صعب لا إن شاء الله يروح هنا لأن أستاذي أنت أخبر بعد أن الموظف إذا حصل إقبال أو حصل تشجيع من المدير نفسه سيبدأ أكثر وإذا لم يحصل ممكن يتوقف إلى هذا الحد وما يكمل في إبداعه صحيح هذا صحيح دعت تقديرك أو تعليقك على هذا الشيء وتشجيعهم على أنتاجية العمل أنا أقول نجعل العمل دخولنا للعمل كأننا في أسرة أخرى مترابطة متجانسة المدير عليه أن لا يكون قهري لا يعرف خصائص موظفينه المدير المحنك يعرف وين يوظف كفاءاتهم داخل الجماعة لكي تكون ديناميكية الجماعة صحيحة لا تخل لأن إذا خلت أخل بالعمل والإنتاجية ضعفت نحن نتكلم عن دور المدير ودور المسؤول أكيد هناك دور على الموظف طبعا أكيد ما هو المهم على الموظف نفسه؟ عليه أولا إذا وضع في مكان للإنجاز عليه أن ينجزه بأحسن ما يمكن يبعد عن هذه الضغوطات يحل بسرعة الصعوبات التي تكون موجودة معه يشارك الآخرين من زملائه ما هو إحنا قلنا في مجهود فردي وفي مجهود جماعي هذه الجماعة تساعدك ممكن أنت ترتقي بمجهود فردي وأيضا في مجهود جماعي معك وهذا ما يلغي الأنه عندك فيه كلمة نحن وفيه أنا في داخل الجماعة وداخل العمل وكلهم متساويان نعم أستاذة فيه موضوع أعتقد أنه يمكن يكون مهم اللي هو أغلبية الموظفين أو ما نقول أغلبية الموظفين يعني فيه موضوع التسويف يعني اليوم ما سأسوي الشغلي سأسويه بكرة أو بعد هل موضوع التسويف يأثر على الموظف نفسيا خاصة لتراكم العمل؟ طبعا أنت قلتها يتراكم العمل فبالتالي يزيد الضغط متى سأخلص أنا أو أنجز هذا العمل فهنا سيصير فيه نوع من التأخير في الإنجاز وتعطيل للعمل ذات نفسه وقد تكون معاملات لآخرين أناس يعني يجوني فهي كلها ليس لصالح العمل تعطيل صالح الناس يعني طبعا وهذا كلهم ليس لصالح العمل ومش في صالحه أيضا زي شنهي النصيحة أو الرسالة التي توجيها من برنامج من برنامج ترحيب إلى الموضوع نفسهم إلى المدرع نحن برسالتين تواجهينها لهم أو نصائح نقدر نقول لهم هي في كلمتين اتقوا الله اتقوا الله وفي نفس الوقت أحبوا العمل انجزوه اعتبروه عبادة نعم وهذا الأمر سيسعدكم كثيرا يمكن هذا الشيء الذي يفرق معنا كم مسلمين غير عن الغرب أنه يستمتع حتى في عمله وينجزه وما يدري أن هالعمل وراء أجر له غير عن الأجر اللي ياخر يعني له أجرين أجر في الدنيا وأجر في الآخر ويكون فخور فيه فخور فيه زين استاذة لو بغينا نتكلم عن مثلا موظف جديد لأول مرة يعمل يعني خري جديد وتوم يشتغل في عمل جديد تنصحينه على أساس أنه يحب العمل وما يتعقد لأنه هناك ناس كثيرين متعقديين من بعض الأماكن اللي داموا فيها على الإنسان أولا يعرف الوظيفة اللي هو رح يكون فيها مهامها الدور المنوط إليه في الوظيفة هذا شيء مهم أنا أعرف دوري في هذه الوظيفة إيش هو لكن أن أنا أدخل للوظيفة وأنا ما أعرف دوري فيها أو شو المطلوب مني فيها شيء أكيد رح أقع في الأخطاء وهنا يأتي دور أيضا المدراء والزملاء السابقين القدامى في العمل في توجيهه وهنا يأتي دور التدريب وهذا التدريب دور مهم للخريج اللي جاي توهم موظف تدريب مثلا شهرين ثلاثة شهور إلى أن يتمكن من العمل زين لو مثلا اشتغل في مكان ما يحبه لأنه تعرفين الناس عندهم ميول يعني فيه اللي يحب مثلا الرياضة اللي يحب غيرها فهل تنصحين اللي مقبل على وظيفة جديدة أنه يدخل في مجال هو يعني يكون هوايته يعني العمل يعني يصبح هوايته أولا الوظيفة إذا الإنسان أحبها تساهلت عليه أمور كثيرة فعلى الإنسان أولا مثل ما أنت قلت يبدأ أول شيء يشوف الأماكن اللي هو تتناسب مع قدراته إذا ما حصلوا أحيانا كثير يحصل أن الشخص يقر مش مع ميوله مع قدراته مع قدراته أهم أحيانا الميول مو شرط أن الميول مثل القدرات لكن يتتناسب مع قدراته هو قد ينجز فيها أفضل مما ينجزه في ميوله نعم فلازم يضع هاي كلها من الأفكار السلبية إلى الأفكار الإيجابية قد يزينها الصباح إذا اجتمعت القدرات مع الميول أعتقد بيكون فيها إبداع جداً أبتكار أيضاً نعم نحن عندما تكلمنا عن هذا الشيء ما الرسالة توجيهنا حق الناس اللي الآن سيختارون وظيفة جديدة ما هي طريقة اختيار الوظيفة الأفضل حقي أنا أو حق الناس نفسهم علشان تشعر بالاستقرار النفسي والراحة النفسية في العمل عليك أنك تختار ما يلائم طبيعتك وقدرتك هذا ضمن الكلام اللي كنا نعيده ونقوله قدراتك لازم تحددها طبيعة وظيفتك فإذا كانت قدراتك ملائمة لهذه الوظيفة وهذا أيضاً على عاتق على المدراء في هذا الأمر يعني مش على الموظف بس الحالة المدراء لما يشوفون في المقابلة الشخصية هذا وين يناسب مكانه يعني وين ممكن أنا أضعه نعم هنا هذه تتحدد كلها وبالتالي حتى يكون راحة للموظف وإنتاجية وأيضاً راحة للمدير نعم الأستاذة أميرة الإسحاق اقتصاصية نفسية في مستشفى الطب النفسي يعني صراحة جزاعة الله خير أثرتين الليلة بمعلومات نحتاجها وأعتقد المشاهدين يحتاجونها خاصة المقبلين على الوظيفة الجديدة أتمنى لهم التوفيق الله إزاك خيراً شكراً أستاذ يارتش العافية مشاهديننا بعد الفاصل نتكلم عن راف ومجموعة تقارير متفرقة عن هالشيء خلوكم معنا موسيقى حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل ويا مرحبا ومسهلا بكم افتتحت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله الخدمات الإنسانية راف مركز حياة جديدة وبيت الطعام القطري ويعد المشروعان أحدث مشاريع مؤسسة راف لخدمة المجتمع في مرحبا ومسهلا بكم طبعاً يا جراله لمعرفة مشاهدينا حل هذين المشروعين معنا في اتصال هاتفي المهندس فرج المري رئيس بيت الطعام القطري حياك الله المهندس فرج السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله حياك الله برنامج ترحية في غنات الرأيان حياك الله الله يزرح في بداية المهندس فرج حدثنا عن بيت الطعام القطري وما هي هالخدمات اللي قدمها هالبيت بشكل قطري كما هو واضح من الاسم عندنا الان هو مركز يعنى في المقام الأول في إطعام الأسر المتعافذة لدينا الهدف الأول لهذا المركز هو إطعام الأسر المحتاجة والمتعافذة وطبعا نحتاج إلى عدة موارد أو خطوط إنتاج حتى نقوم بهذه المهمة فقمنا بوضع خطة استراتيجية لعدة خطوط إنتاج حتى نصل إلى أهدافنا ففي البداية وضعنا خطوط لسبعة أهداف أو لسبعة خطوط إنتاج ونعمل الآن على ثلاث خطوط إنتاج بإذنه تعالى فنعمل الآن على جمع فوائض الأطعمة من فنادق الخمس نجوم وهذا أول خطوط إنتاجنا وكذلك نعمل على دعم الأسر المنتجة في المجال الغذائي فلدينا أسر قطرية منتجة نقوم بشراء المواد منهم بدعم 50% كسعر إضافي ونقوم بإطعام الأسر المتعافذة من منتجات الأسر المنتجة القطرية وثالث خطوط الإنتاج التي نعمل عليها الآن هو الخطة التموينات وذلك يعني في عقود مع المراكز التموينية سواء بالدعم أو بالتخفيضات فهذه أهم خطوط إنتاج نعم نعم أخوي فرج بغينا نسل لك عن هل بديته فعليا بالإعداد أو في بيت الطعام الكطري هل بديته فعليا فيه؟ نعم بدينا حتى بيت الطعام طبعا هذا التدشين الرسمي ولكن حنا قمنا يعني بداية رمضان بدينا في برامجنا بدينا من الثلاث برامج بدينا على برنامجين في رمضان بدينا بالبرنامج الأول وهو برنامج الأسر المنتجة الأسر القطرية المنتجة وذلك طبعا بالتعاون مع وزارة الشهور الاجتماعية ودار الإنمال الاجتماعي وهم يخصصون أسر منتجة لنا هذه الأسر تكون مؤهلة صحيا وتكون مؤهلة مهنيا بحيث أن تكون أسر مدربة وشاركت في معاره سابقة ولديها خبرة في الطبخ وأيضا لديها شهادات صحية تؤهلها حتى تمارس المهنة بشكل صحي حتى نضمن سلامة وصول الغذاء إلى المستحيل فعملنا مع أسر القطرية لمدة شهر رمضان على إفطار صائم قل طبعا بتوصيل إفطار الصائم إلى الأسر المستفيدة عن طريق الشراء الأسر القطرية المنتجة هذا خط إنتاج عملنا فيه في رمضان الخط الثاني هو الخطط التموينات ومنها طبعا من التموينات موسمية وهي مثل زكاة الفطر وعيد الأضحى يعني اللي هو الأضراحي عيد الأضحى وزكاة الفطر في عيد رمضان فقمنا تحمزل منه باستقبال ألف كيلو تقريبا من زكاة الفطر وقمنا بتوزيعها على أسر المتعافية في جميع أنحاء الدولة فهذا يعني فهذه الخطين اللي هو خط الأسر المنتجة الخط الفوائض يعني نحن الآن في إعداد يعني في فتاة للعمل في خط الفوائض يعني قريبا إن شاء الله بدأ أنا كفترة تجربية وبإذن الله ننطلق بي قريبا نعم مهندس فارج ودنا تكلمنا عن أهداف هذا المشروع مشروع بيت الطعام القطري شين هي أهم الأهداف اللي ودكم تتحققونها نعم للمركز وضعنا خمس أهداف فئيسية طبعا الخمس أهداف هذه بأرؤية محددة وضافة الخمس أهداف رئيسية هذه طبعا راح إن شاء الله بدأنا تعالي يتم بناء عليها قياس العمل والإنتاجية أي فأول الأهداف في المركز هذا وهو الهدف الرئيسي هو الإطعام نعم الإطعام طبعا إشياء سنة الإطعام فالإطعام هو الهدف الرئيسي والأولي الذي نقوم يعني نجند جميع الأهداف الأخرى حتى تصب في مصلحة الإطعام هذا كهدف أول الهدف الثاني وهو من أهداف المركز هو العمل على تقلال جميع الموارد المتاحة سواء التموينات أو أي خطوط إنتاج أخرى التظهر يستغلها لهدف الإطعام للأسر المتاحة نعم ومن أهم سيكون الثالث الأهداف وهو يعني دعم الأسر القطرية المنتجة نحن لدينا أسر قطرية قد تكون يعني تحتاجه أيضا جزء من المستفيدة ولكن يعني استبدال يعني أن ما تعطيهم مثل الأعمال أو تدعمهم دعم مباشر فنقوم أيضا بدعمهم بشراء المنتجات منهم فلدينا أيضا لدينا طبعا البديل هو المطاعم يعني بإمكان الشخص أن يشتري الوجبات من المطاعم ونقدمها للأسر مستفيدة ولكن نحن يعني رأينا أن دعم الأسر القطرية المنتجة فنقوم بشراء المنتجات من أسر قطرية المنتجة وبسعر يفوك سعر المطاعم بزيادة 50% لتدعم الأسر كذلك يعني مذاشية لهم نعم مهندس بتعاون كما ذكرت مع قسم الأسر المنتجة في وزارة الشهرية وكذلك قسم الأسر المنتجة في دار الإنمان الاجتماعي هم يرشحون هذه الأسر ونقوم بقبعتهم ونقوم بزيارتهم زيارات ميدانية بعض الأخوات يقوم بزيارة المطابر حتى يرون أنه مواققة صحيا ويقابلون الأخوات وطبعا حتى أتكد من أنه يكونوا مواحدين صحيا نعم مهندس فراج يودنا تكلمنا عن أهم الجهات المستفيدة من هذا المشروع وعندما ذكرت الجهة لدينا أفراد وأسر والأسر المتعففة وهذا هو مصب خدمتنا لدينا أي طهرانين الآن الحمد لله البلد الخير والخير كثير لله الحمد لكن هناك أفراد من الأسر خصوصا فتكون الأخوة الأسوين أو البعض الأخوة قد يكون دخلهم لديهم دخل ولكن يكون الضرف عندهم أكثر من الدخل فيكون لهم في حاجة فنقوم على رعاية هذه الأسر وكذلك الأفراد العماية الذين لا يستطيعون الطبخة أو لا يستطيعون حتى شراء بعض الوجبات أو يتكون في المناسبات فنعمل لهم برامج بحيث أن تكون بعضهم على حسب الحاجة بشيف اليومي وبعضهم يتم تزويده مثلا بطعام جاهز وبعضهم يتم تزويده بتموينات على حسب الحالة التي نراها وندرسها نقوم بدراسة البحث الاجتماعي عن كل أسرة وبينها علينا نرى طريقة المثلاثة لتعم هذه الأسرة وهذا الفرد يعني نعم المهندس فرج المري نشكرك على إثراءنا بهذه المعلومات وجزاكم الله خير وبيض الله وجيكم وهذا مهم استغرب عليكم في جمعية أو مركز البيت القطري صراحة يعني مجهودة نعتقد أنه جبار وأنتو بيض الله وجيكم يعني سرتوا مثل الهمزة الوصل ما بين الأسر منتجة وبين المستفيدين من الأسر المتعففة طبعا يشكرون مؤسسة راف للأعمال الخيرية على هذه المشاريع طبعا جرال الله يعني نعم أهم الأشخاص أو الناس المستفيدين من هالشيء الأسر القطرية المتعففة اللي هم راح يعني يفيدونهم يعني مؤسسة راف من خلال هذا المشاريع وليوصلون لهم عن طريق ناس ثقات في أماكنهم لأن هذه الأسر ما تروح تطلب أحد من الجمعيات أو من الأماكن فهم جزاهم الله خير ناس الثقات يصلون لهم في أماكنهم طبعا يا جرال الله هالشيء يعني أو هالمسئولية مش على أنتق المؤسسات بس على عتقنا احنا كأفراد مجتمع أن نقوم بهالشيء ونساعد هالمؤسسات اللهم أمين عندنا الحين الله يسلمك مع الاتحاد القطري لكرة القدم عندنا شيء نعم أعقد الاتحاد أخوان المشاهدين القطري لكرة القدم صباح هذا اليوم اجتماعا مطول مع الفريق أو مع الفرق القطرية لمناقشة مجموعة مشاريع وإجراءات التحضير لموسم 2013-2014 عشان تعرف مشاهدينا أكثر عن هالاجتماع خلونا نشوف هالتقرير ونرجع لكم والله فيه النغاش كثير صراحة أو نغاط كثيرة منها تنظيم منتغال اللاعب من الفعات السنية من نادي إلى آخر ومشاركة لعب المنتخبات من نسبة 50% تنظيم مشاركة اللاعب المهل للعب المنتخب بشكل أكثر في العندية ما فيه نغاط إن شاء الله خلافية هدفنا واحد هدفنا كلها تصب في نفس العطار وإن شاء الله نحن نتوصل إن شاء الله مع الاتحاد ونشكر الاتحاد على إتاحة الفرصة للإنديا للحضور والمناغشة وطرحة رعاهم وهذه قمة الديمغراطية الصراحة والله يشوف يمكن أنا من الأنديا اللي كنت متحفظ على تقليص عدد اللاعب المسجلين في كشف النادي لكن أعتقد الإتحاد لا رأيها وسياسة معينة نحن أبدأنا تحفظنا كنادي السيد لهذا الموضوع لأسباب معينة خاصة فينا طبعا لكن نتمنى إن شاء الله هذا القرار يكون قرار صائب يخدم الكرة القتالية إن شاء الله بإذن الله في الاتحاد راح يكون سعيد أن يسمع هذه المقترحات ويطبقها بالشكل اللي يتناسب مع مصلحة الأندية ومصلحة الكرة بشكل عام إن شاء الله نفسي أنا ما شوف ناجر الله الاتحاد اللي اقتري بنفسه قام بهالاجتماع وجمع الأندية كلها وناقشه والمشاريع اللي راح يسوونها في السنة الجاية وموسم 2013-2014 وأعتقد أن التحضيرات إن شاء الله بتكون التحضيرات يعني أملاقة وفيما يخدم الكرة القطرية أنا توقع يا جراله شوف ضيفتنا مساعة نتكلم عن الراحة النفسية هذه من الأشياء التي ستسبب الراحة النفسية حق الأندية لكن في المستقبل بحيث أنهم يحطون الأشياء اللي يبغونها في الموسم الجوي إن شاء الله أكيد أكيد أخوان المشاهدين أعلن هذه السباق والفروسية خلال مؤتمر صحفي عقد بفندق الشراتون عن رعاية شركة توتا القطر للسباق قوس النصر طبعا مشاهدين أن هذا السباق يقام سنويا في بداية شهر أكتوبر من كل عام في باريس ويشرف على تنظيمه نادي السباق والفروسية وراح تستمر رعاية الشركة إلى العام 2018 نعم هل تتوقع عندنا تقرير أو عندنا فاصل لا عندنا فاصل نطلع فاصل وقبل الفاصل عندنا تقرير نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مشاهدين نشوف التقرير ونرجع لكم احنا بالنسبة لنا يعني كجديد احنا تجديد مالنا دائما أن نحصره في القرية التراثية وأنا طبعا من هذا المنبر أشكر سعادة الدكتور حمد بن عبدالزي الكواري ووزير الثقافة دائما كل سنة متواجدين معانا هم بجديد احنا جديدنا السنة طبعا بيكون في الجانب القطري والقرية التراثية اللي احنا دائما نوجدها فيه هناك من أشياء جديدة فيه هناك رعاة جدد بيدخلون معانا في نفس القرية بالإضافة إلى القاعات والصلاة اللي احنا طبعا هي قاعة الوجه وقاعة الريان بيكون لها وجه جديد وترد وتنظيم جديد فيه هناك طبعا بعض الكتيبات والبروشورات اللي عن قطر وعن كل ما هو جديد في قطر من جانب سياحي من جانب اقتصادي من كافة الجوانب لا بدنا نحنا نعرضها وهذه من الأشياء اللي احنا نناقشها على أساس تكون مزواجا لأن هذه فرصة عندكم من مختلف قوى العالم ناس موجودين وضيوف جايين لسباق قطر فأعتقد أن هذه الفرصة لا بد أن تستغل استغلال صحيح ونحن هذا اللي ماشينا نحن مستمرين في رعاية هذا السباق لمدة خمس سنوات تم تجديد العقد في شهر إبريل الماضي لمدة خمس سنوات أخرى الحدث كبير والكل يعلم بأنه يعد من أهم السباقات على مستوى العالم في نسخته 91 صار له يعني 91 سنة طبعا هذا السباق فأعتقد أنه من أهم السباقات في العالم وكذلك هناك شاهدنا في وقت قياسي جدا مشاركة خيل قطرية في أشواط مختلفة وشاهدناها طبعا حققت نتائج كبيرة دائما الاستعداد يحتاج إلى وقت كبير وأنك تستعد وتصل إلى سباقات الجروب وان والكبيرة تحتاج إلى سنوات ولكن نشكر الله على أن توفق ملاكنا في خلال الفترة قصيرة أنهم يكونون متواجدين في سباقات كبرى شاهدناها خاصة في مجال أو الخيلة المهجنة لكن الخيل العربية الأصيلة لهم دائما التسيد في سباقات الخيل العربية الأصيلة لأن قطر دائما وهذا طبعا بفضل الدعم لمحدود التي تلقاه رياضة الفروسية من لدى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفدا ولي عهد الأمين طبعا نفس ما شفنا يا جرالة عقد الرعاية مستمر إلى 2018 تنظيمها البطولة التي تقام سنويا في شهر أكتوبر في باريس طبعا يشرف وينظمها نادي السباق والفروسية جرالة لك في الخيل أو لا لك الخيل؟ والله لي في الخيل وبالأكس حضرت الكثير من البطولات العالمية والسباقات وهذا السباق بالذات في فرنسا تلتقي فيه أجود وأقوى الخيلول على مستوى العالم أرحب وين وصلنا؟ أرحب وصلنا لفقرة علوم الريان نبدأها بشنو؟ نبدأها الله يسلمك بعلوم الجو مشاهدين وصلنا لفقرة علوم الريان ونبدأها مع علوم الجو مع أخونا ورسلنا راشد الدوسري مساك الله بالخير يا راشد مساك الله بالخير النور يا مرحبا ومسهرة فيك مرة ثانية ودنا تعطينا من العلوم اللي عندك وشي علوم الجو اليوم اليوم الليلة بيكون الجو عندكم عسيف وداخل بحر رطب وفي احتمال تكوين ضباط خفيف قريب الفير في بعض المناطب اللي هو بشكل عام قواخر بكرة بيكون الجو حار مع ضباط خفيف ورطب في الليل وجو البار حلو ما ينعاف في الليل اما النهار شوي حار يعني بالنسبة حق انتجاه الهوى بكرة بيكون شمالي شرقي لجنوبي شرقي واقل من 15 ربط وبعد بكرة تغير من الجو نفس الشمال ما في تغير تغير من اليوم وبكرة جو نفس الجو راشد ما تبي جلنا البراد البراد هذا ان شاء الله هذا جل واسمي احتوظر ان شاء الله نصق توظر ان شاء الله باستدالجون ان شاء الله ان شاء الله راشد الدوسري انا ودي قبل قبل لا تنيه مع اخو راشد مساك الله بالخير اخو راشد ودي اسألك عن الرطوبة اش علومها رطوبة عسيف لكن البر حلو عجل ان شاء الله طلعاتنا للبر بتكثرها لأيام ايه لا خلاص هذا الموزن احسن شيء نعم نعم راشد الدوسري مراسل برنامج تلاحيب ومراسلنا في علوم الجو يعطيك العافية اخوان المشاهدين الحين بننتقل اخونا حسن محمدي واللي بيطينا علوم الرياضة حياك الله حياك الله اخوي حسن يا مرحبا اخوي جرمنا مساعدك وعلى الاخ صباحك يا مرحبا عطنا من العلوم اللي عندك يا حسن اولا من العلوم يمكننا خبر فرش تواحين طالع ما صادر نصاع احنا نبارك كم تماما قطر التي فازت بطولة عالم هذه بطولة العالم للدردات 2016 ان شاء الله راح تكون في دولة قطر تم الاعلان هم توا تم الاعلان عنها توا تم الاعلان مرحبا مبروك مبروك اخونا حسن محمدي واعتقدنا فعالية واستضافة عالمية بتكون على مستوى الحمد لله يعني هذه تنظم الى قائمة البطولة العالمية يعني احنا في 2014 عندنا بطولة العالم للسباحة 2015 بطولة العالم لليد كرة اليد نعم 2016 بطولة العالم للدردات و22 كرة الغدام وشغل بطولة العالمية قادمة ان شاء الله الى جمهورة الخطر فنبارك لكم هذا الانجاز الجديد وتم الاعلان عنه في هوردن داعا عامش بطولة العالم لمقامة حاليا الآن في 2012 الله يبارك في أمرك أخي حسن وما تشوف الشر وبيض الله وجهك على هذا العلم الطيبة هذا العلم الذي تسرى الخاطر وبالأكس قطر معوجتنا على كل ما هو مثل ما تقول أحداث عالمية واستضافات عالمية وحنا في أرض البيارك فأعتقد أن هذه الاستضافات العالمية للمحافل الدولية مهم باستغرب على قطر وهذا الشي جل الله ما جاء من دعم القيادة الحكيمة يتمثلها صاحب السمو الشيخ حمد من خليفة الله يحفظه اللي لا يقصر دعم رياضة مستمر طول الوقت اللهم أمين صباح أين وصلنا الآن خلاص وصلنا للنهاية طيب توكع الله مساهديننا وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب لأي اقتراحات أو استفسارات أو للتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم مرسلتنا على البريد الإلكتروني ترحيب اترريان دوت تي في شوفكم باتر إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج ترحيب في أمان الله برسال